صلاة التلاوية الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين لا يرجون لطاءنا لولا أنسل علينا الملائكة وعنا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عدوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم يذل المجرمين ويكونون حجرا محجورا فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منسورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مطيلا ويوم تشبب السماء بالغمام ونسل الملائكة تنسيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فجانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان حزولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورطرناه ترطيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الثين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يأتونك بمسل إلا جهناك من حق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأظل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وسيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيا وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكل أن ضربنا له الأمثال وكل أن تبرنا تطبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمثرت مطرسا وكان الإنسان كفورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر إلى ربك كيف مضى الظل ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباسا واجعل النهار رشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنسلنا من السماء باء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مصد وكان الإنسان أكثر شيء ألم تر إلى ربك كيف مضى الظل ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه ذليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباسا واجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنسلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليتذكروا فابا أكثر الناس إلا كفورا ولو شكنا لبعثنا في كل قلية نذيرا فلا تتعي الكافرين وجاهدهم بالزهادا كبيرا وهو الذي مرجى البحرين هذا عز فرات وهذا ملح مجاج وجعل بينهما برسقا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصجرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يذرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجل إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم سوا على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا أنا اسجد لما تأمرنا وسادهم نفورا الله أكبر الله أكبر تمارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان براما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أموا فقوا لم يصرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى ساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبثل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزهر وإذا مروا باللغي مروا قراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخذوا عليها ثمان وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجلسون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعمد وإياك نستعين اذنى الصراط واستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يأتونك بمثل إلا دئناك بالحق وأحسنك الصيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأظل سبيلا ولقد آتينا نوسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا انهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيا وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمودر أصحاب الرسل وقلونا من بين ذلك كثيرا وكل أن ضربنا له الأمثال وكل أن تبرنا تطبيرا ولقد أتوا على الغرية التي أمترت مطرسا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا أرعوك إن يتخذونك إلا هزوى أهذا الذي بعث الله رسولا إن كذا ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرعيت من التغذيلا هو هواه أفا أنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعفلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك راغع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نسل عليهم من السماء آية فضلت أعلاقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم معبدين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهدئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل سوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العسيس الرحيم وإذ ناد ربك موسى أن اكتل قوم الظالمين قوم فرعون لا يستفون قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويذيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معنا مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولم استفينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففرأت منكم لما خدتكم فأوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم رب آبائكم الأولين قال إن وصولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لإن اتخلت إلها الغيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي صعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحل عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أهده واخاه وبعد في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحر عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال نعم وإنكم لمن المقربين قال له النوسى ألقوا ما أنتم ملقون الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظلوب عليهم ولا الضالين فألقوا حبالهم وعسيهم وقالوا بعز الإبرعون إنا لنحن الغالبون فألقوا موسى عصاهم فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقال حق وبطر ما كانوا يعملون فأغلبوا هذلك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجرين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قولا آذر لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعنا إذيكم ورجلكم من خلافهم ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايا لأن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أصل بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائل حاشرين إن هؤلاء لشزمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشتقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرفا فلقف كان كل فرق كالطول العظيم وأسلفنا ثم الآخرين الله أكبر سمع الله لمن حمز الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صراط المستقيم اشتركوا في القناة الله أكبر اشتركوا في القناة 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 الله سبحانه وتعالى 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 أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوة عادون الله سبحانه وتعالى 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله قالوا إن لم تنتهي الوطن تكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجيني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم الله أكبر سمع الله من الحميد الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما لدي يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط أذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذب أصحاب أهكة المرسلين إذ قال لهم شعب على تلتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أوف كيل ولا تكونوا من المقسلين وازنوا بالقصص المستقيم ولا تبقسوا الناس أشياءهم ولا تعتوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي قلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظل إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون مئة من المعذبين فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر أشيرتك الأقربين واغفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الله 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 Allah Allah الله الله Allah الله 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 Allah 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 الله Allah 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 شكرا ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والضيف فهم يزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة هي أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنودهم وهم لا يشعرون فتبسم ضحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأدخلنك برحمتك في عبادك الصالحين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة هي أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنودهم وهم لا يشعرون فتبسم ضحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين لو عذب أنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجدتك من سبئ بنبئ يقين إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يشجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يشجدوا لله إلا ليقرجوا الأخضاء في السماوات والأرض ويعلموا ما تحقون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله الله قال سننظر أصادقت أن كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فأذف إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون الله سمع الله من حلينا الله 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 Allah ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة